القاعدة بتاعت الصحفين دي أنا بقولكو إن دي رد فعل على بيان الأهل وطلبات الأهل القاعدة دي ما كانش المفروض تحصل أبدا القاعدة دي ما كانش المفروض تحصل أبدا وكان لازم اتحاد الكورة حتى لو أصر الكابتن حسام إنه هو يعملها إنه هم يطلبوا منه رسميا إنه هو ما يعملهاش لأن الكابتن حسام بتصريحاته دي خسر حاجات كتيرة قوي هو ما كانش ينفع يخسرها دلوقتي يعني خسر شوية لعيبة وخسر تعاطف الناس ناس كتير متعاطفة مع كابتن حسام ونفسهم ينجح من الجمهور العادي على فكرة وخسر يعني خسر المصدقية عند الناس لأنه هو كابتن حسام كان بيقول كلام ودلوقتي بيقول كلام يعني خسر حاجات كتيرة قوي من التصريحات دي أنا مش عارف أنا مش عارف ليه كابتن حسام عمل القاعدة دي وبعدين أنا يعني طبعا كابتن حسام وكابتن برين أكبر مني وهو ناس يعني هكيدة عارفينهم هو يعملوا إيه لكن أنا أقسم بالله أن أنا برفض أعود مع أي صحفي أتكلم معاه أعمل معاه أي حوار إلا لما يكون مصور أو مسجل أن أنا ما نطش في البوكس ما نطش في البوكس أنا النهاردة أجي أي صحفي بيتكلم معايا ليك احترامك ليك تقديرك ليك وقتك مني لأن ده حقك علي ودي وظيفتك والناس كلها اللي تعاملت معايا عارفة دي أنا بحترم من سيدة الصحفيين وبديهم وقتهم لأن أنا تربيت وتعلمت إزاي أن أنت تعامل الصحفي وإزاي تدي له حقه لكن عشان تدي له حقه صح لازم يبقى كل حاجة موسقة أقول لحضراتكم بقى الناس بره بتعمل إيه بره بيجي صحفي مثلا في شغال مثلا في The Guardian أو The Daily Mail أو Marca أي أن كان بيروح رايح طالب باعة إيميل للبرس أوفيسر بتاع النادي البرس أوفيسر ده اللي هو إيه اللي هو المسؤول الإعلامي يعني بتاع النادي بيطلب منه طلب ريكوست أنا اليوم بتاع الصحفيين مثلا أنه هو يوم الخميس كل بيبقى فيه يوم في الأسبوع أنا طالب ميدو إن أنا أعمل معاه انترفيو تمام فبييجي البرس أوفيسر ده ده رجل بيجي النادي كل يوم يسألني ميدو عندك ريكوست من صحفي معين شغال كذا شغال في The Daily Mail موافق تعمل انترفيو دلوقتي ولا لأ أه فقول له أنت إيه رأيك دي شغل بيبقى بريس أوفيسر إنه هو كونسلتنت مستشار إعلامي للناس للناس اللي شغال في النادي شغلته دارس ميديا وعنده خبرات يعني وفي الغالب بيبقى أصلا صحفي أصلا صحفي وعارف يتعامل مع الميديا إزاي وإيه اللي يتقاله وما يتقالش إمتى وإزاي وكل الكلام ده كله هقول له حضراتكو إيه اللي بيحسب بره عشان تشوفوا إحنا هو إزاي كسيستم وكستب وكنزام فييجي النهاردة أقول له أوكي ماشا أنا هعمل الانترفيو يقول له أوكي تمام الانترفيو ده بيتم مسجل ومصور البريس أوفيسر قاعد قاعد وقايله إن فيه بوينتس معينة ما تتكلمش فيها يعني قايله مثلا إن مثلا سيء مثلا ميدو اضطرد المطش اللي فات مثلا فما تتكلمش على موضوع اضطرد والعقوبة كلمه في أي حاجة تانية اللي اضطرد والعقوبة تمام قايل للصحفي هيسألني فيه نقطتين كده ما تتكلمش فيهم دلوقتي ده احنا مش موافقين إن انت تتكلم فيهم فييجي الصحفي يعمل معي الانترفيو بعد ما يعمل الانترفيو لازم يبعت صورة من الانترفيو بالهيدلاين والله العظيم إن مرة عملت انترفيو في إنجلترة غيرت الهيدلاين قلت للصحفي لأ الهيدلاين ده أنا مش عاجبني ياخد أبروفل من النادي ينزل الانترفيو الناس بره بتشتغل كده ما فيش حاجة اسمها إن أنا عاب مع صحفي جده إيه أدردش معاه أدردش معاه آه لما يكون واحد صاحبي عندي ناس صحفيين حبايبي صحابي عاب معاه قوله إزاك عامل إيه أخبارك ولادك عاملين إيه عملت إيه في الأجازة كذا إنما ما كلموش في شغلي لو أنا مسؤول ما كلموش في شغلي أنا مدرب المنتخب أنا مدرب الزمالك أنا مدرب الأهلي أنا عضو مجلس إدارة في الزمالك أين كان الصحفي له احترامه والصحفيين لهوا محترامهم ولكن فيه أسس للتعامل مع الصحفيين بالنسبة للعابي الكرة والمسؤولين اللي حصل إنبارع ده جماعة بجد أنا مش هقول إنه أول مصمار في ناعش حسام حسن في المنتخب لكن أنا أقول لكم الحقيقة هو آخر مصمار في ناعش حسام حسن في المنتخب لأن التوقيت والكلام اللي تقال وأنا حزين جدا أنا أقول لكم كلام ده لكن هذه الحقيقة حسام حسن محتاج معجزة عشان ينجو من الموقف اللي هو فيه اللي هو حط نفسه فيه واللي هو حط الناس كلها اللي شغالة معه فيه أنا أقول لكم الحقيقة أنا أقول لكم الحقيقة وأقول لكم حقيقة أكبر إن فيه ناس الكلام ده على هواها قوي إنهم يطلعوا حسام حسن على المسرح اطلع يا حبيبي شيل شيل خش أنت مش عايز تطلع عن مصرح اطلع بأخطاءك بحاجتك بكله فيه ناس على فكرة شغالة بتفكر كده أنا معرفة أنا بقول لكم إيه فيه ناس شغالة في منظومة كرة القدم في مصر حسام حسن وإبراهيم حسن هم توقن نجاة بالنسبة له في هذا التوقيت كان لازم وأنا على فكرة أنا بلوم على كابتن حجان حسن ولكن بلوم على المسؤولين إن ما فيش ستب وما فيش نظام وما فيش سيستم وما فيش مستشار إعلامي في المنتخب متقالوا إيه شغلتك إيه الجوب ديسكريبشن بتاعتك أراهمكم لو المستشار الإعلامي بتاع المنتخب عارف إيه هي مهام وظيفته مش عارف فالموضوع صعب ما احترامي طبعا للأشخاص الأشخاص مية مية لكن الشخص لما بيخش مكان شاطر لما بيلاقي ما فيش ستاب بيه خلاص عايش في السبهللة فيش مشكلة ده مش موقف واحد ده موقف واثنين وثلاثة واربعة مش عارف الجوب ديسكريبشن بتاعت ما حدش قاله انت المفروض الكلام المشهد اللي أنا حكيته لحضراتكو ده ده ما حدش ما حدش قاله إنه هو ده إن هي دي الشغلانة لكن احنا النهاردة جماعة خلينا نقول أنا بقلت لحضراتكو رائي وقلت لحضراتكو الكلام ده اتعمل ليه وإيه الدواعي لهذا الكلام لكن احنا النهاردة خلينا وقعيين وخلينا نقدر الموقف بشكل صح احنا في النهاية إيه اللي يهمنا احنا اللي يهمنا إن احنا نشوف منتخب مصر في كاس العالم يبقى النهاردة أنا معاكم إن كابتن حسام غلط بتصريحاته وغلط بتوقيتها والكلام اللي تقال وكل حاجة كل حاجة غلط أنا معاكم في كل الكلام ده كله لكن أرجوكو لا تتبحوا حسام حسن أرجوكو لا تسبحوا حسام حسن الراجل ده وجهازه واحنا كلنا عندنا مطشين مهمين جدا في شهر ستة مهمين جدا وتوقيتهم ريخم ريخم قوي لإنه بيبقى جاي شهر ستة ده اللي لعيبة لسه بخلصها بوسم ولعيبة بصر لسه بتلعب واللعيبة اللي بتلعب برا فيهم ناس عايزة تريح وفيهم ناس أنديتهم بتضغط عليهم قصة التوقيت ده مش وقت مشاكل يا جماعة إحنا لازم كلنا نتكاتف ونحط إدنا في إدين بعض علشان نعدي الموقف ده وبعد كده بعد ما نعدي الموقف ده العقل بيقول كده لازم الهدوء الناس بتطالب الهدوء حوالين الأندية وبالطالب الهدوء حوالين أصل ده عنده ماتش مهم إنما ده المنتخب يا جماعة ده المنتخب مفيش من قدم عقل كله على فكرة هو طبعا كابتن حسام يعني إيه أي عدو لكابتن حسام وكابتن إبراهيم هو بتصريحات المبارع دي وتوقيتها والكلام ده هو قد الناس كلها السكينة اللي إيه اللي إقتلوا بيها اللي يخلصوا عليه بيها فكل واحد طبعا من السادة الناس اللي بتطلع على للسوشيال ميديا والفيديوهات والحاجات الناس اللي بتطلع كل واحد بقى من حقه إن هو إيه يطلع يعمل شغله يعني لا ألوم على أحد لكن النهاردة الناس كلها استغلت التصريحات دي عشان تمشي في أجندتها وعشان تنفذ أجندتها وأنا لا ألوم عليهم لكن بقول لهم أرجوكوا خلاص الموقف حصل الموقف حصل وحطوا منتخب مصر قداما إينيكم إن يا جماعة إحنا محتاجين نكسب المطشين دول محتاجين نكسب المطشين دول إحنا عايزين نروح كاس العالم مصر تستحق إنها تكون موجودة في كاس العالم ومش تستحق إنها تكون موجودة في كاس العالم تستحق إنها تلعب كويس في كاس العالم دي حقيقة